بداية حسم المنتخب الفرنسي بطاقة التأهل إلى دور نصف النهائي من كأس العالم عقب إطاحته بنظيره منتخب إنجلترا بهدفين مقابل هدف وسجل لمنتخب الديكا كولمينت شاوميني في الدقيقة السابعة عشر وجيرو في الدقيقة الثامنة وسبعين فيما وقع هاريكاين هدف إنجلترا الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة والخمسين ليضيع بعدها نجم تتنهام ركلة جزاء أخرى لمنتخب الوسود الثلاث في الدقيقة الرابعة والثمانين ويرتقب أن يواجه المنتخب الفرنسي منتخب المغرب في المربع الذهبي يوم الأربعاء القادم